اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النحاس بالاسكندرية احمد منوارني النهاردة في نجم مص اهلا بيجا كابنا اتشرفت بوجوده منوارين للنهاردة ده مواجه كابتن عامر نادي النحاس ده اول موسم لك معاك رئيس قطاع اه الحمد لله نحنا اول موسم طبعا مع نادي النحاس وان شاء الله يعني لمدة 3 سنين هنتحاور معا بازن الله وهنشترك لمدة 3 سنين ان شاء الله اه طب قولي يا كابتن عامر الدور عندكم في اسكندرية احنا زي ما احنا عارفين ان كل منطقة بتختلف من منطقة للتانية يعني دور الاسكندرية غير دور القاهرة غير دور الصعيد الدور عندكم في اسكندرية بدأ ولا لسه؟ اه بدأ للاسبوع الرابع ده الاسبوع الرابع للموليد كامل؟ الموليد كلها الموليد كلها الموليد الناشئين كلها والبراعين بره تمام كابتن عامر بالنسبة لازمة كورونا الازمة اللي بتواجه العالم كله هل دي اثرت على الاقبال على النادي عندك؟ اكيد طبعا بطلب اثرت على الانديا كلها ما فيش شك ان الكورونا كانت مؤثر على الانديا كلها طبعا تمام عايز اروح لبهاء بهاء انت موليد كامل؟ انا موليد 2002 موليد 2002 مركزك ايه في الملعب يا بهاء؟ ديفندر ديفندر قولي بقى مين مسلك الاعلى في الحتة دي؟ مسلك الاعلى حمد فاتح حمد فاتح انت اهلاو بقى اه تمام احمد العشري موليد كامل؟ 2002 برضي 2002 مين مسلك الاعلى؟ طريق حامل طريق حامل مستل عبد فندر برضو؟ لا هافد فندر هافد فندر زي ملكاوي؟ بقى حابة شجع الكورو الحلوة اه يعني ما بتشجعش فريق معين اهلاوي زي ملكاوي؟ لا بشجع غزل المحلة في الدوري دلوقت اه انت محلاوي؟ اه من طنطر من طنطر من طنطر مجربية يعني اه فعشان كده بشجع المحلة يعني؟ اه اه تمام كابتن عامر قل لي ايه كام فرقة حضرتك مشارك فيها في الدوري او بالنسبة لقطاع الناشئين في نادي النحاس؟ هو بالنسبة لقطاع الناشئين مشاركين بسبع فرق اه 99 و 2001 و 2003 و 2004 و 2005 و 2006 و 2007 طب ايه طموحاتك كرئيس قطاع الناشئين لنادي النحاس؟ ايه طموحاتك مع اللاعبة؟ ايه اللي انت بتحلم به او ايه اللي انت مخطط له مع نادي النحاس باسكندرين؟ والله احنا الحمد لله بدأنا السنة دية بمجموعة حلوة بالنسبة للناشئين والحمد لله بفضل من عند ربنا استخرجنا حوالي 16 لاعب صوبر وان شاء الله بنجهزهم للاحتراف بره بإذن الله ومنهم اول اتنين ان شاء الله يسافروا بره تبع شركة ايه زت ام للتسويق الرياضي الاماراتية اول اتنين ان شاء الله يسافروا بهاء ضاحي ووحمد العاشد ان شاء الله الامارات ولا؟ الامارات ان شاء الله في دبي معنا ثلاث انديا درجة اولى تمام خليني اروح لبهاء بهاء ايه اسباب انضمامك لنادي النحاس ايه اللي خلاك تنضم للنادي ايش معنى نادي النحاس ايش معنى انضمت لنادي النحاس وما انضمتش النادي تامي والله كابتن انا شاف انك عنضهم طموح وشاف انك قدرة محترمة ورئيس قطاعنا شيئين محترم زي الكابتن عامل وان شاء الله خير يعني ان شاء الله نجدم كل حاجة بكورة القدم ان شاء الله ان شاء الله واتحقق كل اللي انت بتتمناه ان شاء الله رياضيا او قراويا مع نادي النحاس عايز اروح لاحمد احمد العاشري احمد ايه اسباب انضمامك بصراحة لنادي النحاس وده اول نادي انت لعبت فيه ولا انت كنت موجود في حتة قبل كده قبل انضمامك لنادي النحاس موجود 2015 في عصم ونطنطنطن مسيك من الكابتن محمد العيد اللي بحب اشكره بوجوده مع حضرتك وسبب انضمام لنادي النحاس والاحتراف برا مصر يعني وكده يعني من اقدر نقول انت انضمامك لنادي النحاس عشان خاطر يعني نادي محاس يكون محطة أنك أنت تكون موجود في الخليج مثلاً سواء في الأمارات أو في أي دولة عربية؟ أو يعني فرصة من خلال أننا نتسوق بره ونرجع برضه لمصر في علادي كبير برضه أو في أوروبا طموح موجود يعني بإذن الله وبإذن الله نقدر نعمل حاجة كويسة برضه مع الكابتن عامر إن شاء الله كابتن عامر بتواجه صعبات عشان أنك أنت مثلاً دي أول تجربة لك أنك أنت تسوق اللعيبة خارج مصر؟ أكيد طبعاً إحنا أول حاجة بنواجهها أن الناس مش مصدقة أنه فيه تسويق فعلي لأنه الناس ما تعودتش أنه فيه حاجة صحة في البلد الناس تعودت أنها تشوف اللعيبة اللي هي بتحترف يا إما من أهلي يا إما من زمالي خاصة لما يكون في مرحلة الناشئين طبعاً بالضبط كابتن عامر وبالتالي نحنا السنة دية إن شاء الله هنثبت في خلال أسبوع إن إحنا قادرين ونستطيع إن إحنا نسوي بلعبتنا بالاحتراف لدولة الإمارات إن شاء الله تمام كابتن عامر الأندية اللي حضرتك متعاقد معها أو اللي فيه توقمة ما بيننا دي النحاس ما بين الأندية الإماراتية بتكون إزاي بتتم مثلاً فترة معايشة؟ هل أنت بتبعت لهم اللاعب؟ هل بتبعت لهم مثلاً بترشح لهم مثلاً وفيه مصدقية مثلاً؟ هم عارفين لما الكابتن عامر يقول لهم لأ ده أنا عندي لاعب صوبر بيبقى وصفين فبيقولك ابعتهولي ولا الأمور بتتم إزاي؟ والله أمور الاحتراف دي طبعاً إحنا الحمد لله معنا شركة إزاي تئم للتسويق الرياضي صاحبة الدكتور طارق سقور في الإمارات إماراتي أصلاً وأنا المدير الفني للشركة فهو حط ثقاته فينا الحمد لله فإحنا بنصور طبعاً بنعمل لللاعب صوبر طبعاً مش بنودي لاعبه بس اللاعب الصوبر بنعمله صوبر وبنبعته للإمارات وبفضل من عند ربنا بيقول لنا أوكي فإحنا بنعمل تأشيرها لللاعب بنعمل تأشيرها لللاعب وبنضلعه للتسكرة طبعاً بتكون ده كله مناصفة مع اللاعب مش كله علينا مناصفة مع اللاعب خمسين في المئة وخمسين في المئة خمسين في المئة في المصاريف على الشركة وخمسين في المئة على اللاعب وربنا بيوفقنا إن شاء الله والتجربة للحقيقية إن شاء الله في خلال إسبوع بهاء وأحمد العشر إن شاء الله هيكون في الإمارات بإذنك يا رب وهيكون حلقة يعني إن شاء الله إن شاء الله هيكون مع حضرتك برضو مباشر من الإمارات دي مش هول حلقة تكون معي كابتن عامر لا أنا عملت حلقة حضرتك من سنتين لما كنت ماسك نادي القادسية آه تمام لما كنت ماسك نادي القادسية سنة 2018 آه ده قبل انضمامنا أو قبل ما نكون موجودين في قناة الصحة والجمع آه فعلا فعلا كده تمام كابتن عامر قولي المطشاط الودية والمطشاط الرسمية في الدوري بتحاول إنك أنت بتصور كل المطشاط آه أنا من عادة إني أي مطشي ودي أي مطشي رسمي أنا كاميرت الفيديو والإعداد معايا ومعايا برضو فريق إعداد للتصوير آه لأستاذة نجلاء فتحي آه برضو مسؤولة على الإعلام والدعاية وهي كانت معانا بأكتر من برنامج آه خاص بشركة إيزا التأمن إن شاء الله بهاق صوتك واطف الحلقة فإحنا جبنا لك ميك مخصوصة هو قل لي يا بهاق بقى إيه طموحك الفترة اللي جاية مع نادي النحاس أنا أطموح والله كابتن إن أنا أشتغل هنا وإن شاء الله رب أنا أكرمني ترفع المايك شوية وإن شاء الله رب أنا أكرمني في الخطوة الجاية وأشرف بلدي وأشرف العيلة بتاعت إن شاء الله تمام قل لي بقى إيه النادي اللي إنت بتحلم إنك إنت تكون موجود فيه في المستقبل والله يا كابتن أنا النادي اللي بأحلم به هو ممكن يكون ريال مدريدة لا أبا كلمك محليا ما إحنا أنها أخذ خطوة خطوة مش هنطلع مثلا مرة واحدة على ليلة المدريد محليا أكيد هنخذها محليا الأول محليا هو لأهل المصر طموحك أنك أنت أو نفسك تتمنى أو تتمنى أنك أنت تلعب في النادي الأهل والله أتمنى كابند الشرف ليه تمام أحمد العشري أحمد طموحك إيه مع نادي النحاس وإيه النادي اللي أنت بتحلم أنك أنت تنضم له أنا أطموحك مع نادي النحاس بإذن الله أن أنا أحترف من خلاله والنادي اللي أنضم له ده في الفترة الحالية يعني ما أقدرش أحلى نبين يا ده أنا أشد أشد يعني في الإمارات حيلي بإذن الله وربنا يكرمني بإذن الله في الإمارات عشان أقدر برضو أروح نادي كويس أكون وقف على رجلي بمستوية أو بمجهودي نركز في الملعب الفترة دي ونبقى نشوف بعدها اللي ربنا يجيبه خير يعني كله بإذن الله كابتن عامر يمكن فيه أكثر من تجربة حضرتك موجود في اسكندرية إحنا عندنا نادي نجم ومصر موجود في الصعيد بالفعل نادي نجم ومصر يمكن تعرف أننا خلال أزمة كورونا قعدنا سنة في البيت كل اللاعبة كانت في البيت محدش ما بقيناش نتمرن كانت الملاعب طبعا بقرار من وزير الرياضة طبعا خوفا على صحة اللاعبين فأغلبية الملاعب ومراكز الشباب كانت مقفولة بناءا طبعا قرار من الدولة حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين خلال أزمة كورونا قولي يا كابتن عامر أنديها كتير رغم أن عندها إمكانيات ما بيكونش عندها اهتمام مع اللاعبة بتاعتها ما عندهش اهتمام أن هي تجيب كاميرا مش هتكلف عليهم الكثير والكثير مثلا أن هي تصور المطشات أنت عارف أننا لما بنجيب مثلا الكاميرا وبتصور المطش بيبقى كل اللي بعد وكل مطش كل لعب مع السيدي بتاعه تقدر أنت حضرتك مع خوفك على اللاعب مع أنك أنت نفسك اللاعب بتاعك يكون موجود في حتة أحسن عن طريقك طبعا فأفضل شيء أنك أنت بتسوأ له أو بتصور له المطشات دي عشان تقدر تسوأه يمكن إحنا التجربة دي عاملنا بالفعل مع نادي نجم مصر في الصعيد وحضرتك عاملها مع نادي النحاس في اسكندرية الأندية اللي هي عندها إمكانيات كبيرة ليه ما بتفعلش هذه التجربة كابتن عامر والله يا كابتن عامر هو بالنسبة للأندية الكبيرة طبعا معلش كل واحد بيبقى يعني ليه سكفه معين يتصرف فيه يعني كل واحد ليه حدود بيعمل الواجب بتاعه وبيتوكل على الله يعني ايه بيروح مكان تاني مش بيبص المصلحة من غير مش بيبص المصلحة بيشوف مطلوب هو مطلوب منه ايه وبيعمله بس تهديد واجب بس لكن الحمد لله لما الواحد يعني مدرب يشوف اللاعب جايب له الصعيد ومهيق له المناخ وجايب له سكر ومسلمه شنطة لبس اكتر من ترينجو اربع طبومة وبيهيق له وبياخد له اتوبيس وبياخد ورغم انه الامكانيات على الكد يعني الامكانيات هو ده اللي انا بتكلم فيه بقولك شوف رغم ضعف الامكانيات انت بتعمل ايه واحنا عندنا في نادي نجمو مصر بنعمل ايه والأندية الكبيرة اللي هي بتمتلك الماديات وبتمتلك كل شيء ما بتعملش ده ما هو زي ما تقول ان احنا احنا عايزين نعمل حاجة مع اللاعب في ناس يعني مهمهاش اللاعب ده يوصل وما يوصلش يعني بالنسبة النادي نجمو مصر انا شفته قدام عيني الاهتمام بالبراعم والنشئين بطريقة حلوة برضو لما دخلت يعني نادي النحاس قلت لهم يا اخوانا احنا عايزين نمشي على يعني على على المشتوى ده عايزين نوصل اللاعب كزا لان احنا برضو عشان نجد صرحة اللاعب لما يتسوق احنا نستنفع من وراه مش عيب يا كابتن عامر لما انا اشوف عندك حاجة كويسة او حاجة انت مميز بها وانا اجا اعملها مدام لمصلحة اللاعب عندي ده مش عيب لما انت تكون عندك حاجة كويسة انا اعملها وانت تشوف عندي حاجة كويسة تيجي تنفذها مع اللاعبها ما هو ده كله بيصب في الاخر في مصلحة مين في مصلحة اللاعب طبعا طيب انا عايز اقول لك كابتن عامر يمكن احنا بعد فترة التوقف الكبيرة بسبب ازمة كورونا بدأنا من شهرين انا عايز اقول لك ان احنا مع نادي نجم مصر بدأنا من شهرين بالزبط لعبين حوالي 6 مطشات ودية يمكن احنا نزلين الدورة بتاعنا هيبدأ في شهر 2 حتى الان لعبنا مع استاد انا لعبنا مع شبان انا لعبنا مع الرضوانية في اللقص رفوزنا عليهم 5 واحد لعبنا مع سراميكا كيلو بطرة في القاهرة اول امس اتغلبنا 3 واحد ولكن الكابتن محمد سعيد المدير الفني لقطاع الناشئين في نادي سراميكا اشاد بلعبة نجم مصر وكان كان مستغرب جدا ان اللاعبة دي اول مرة تلعب على ملعب 11 او اول مرة تنضم النادي عشان كده انا عايز اوجه رسالة لكل اللعبة اللي مخدتش فرصة لكل اللعبة اللي قعدت تلف في نادي واثنين وثلاثة وفي الاخر اتقلها شكرا طب اتقلها شكرا ليه اتقلها شكرا عشان ما معاهاش وسطة وفيه لعبة كتير تبص تلاقي لاعب تلاقيه مكسر الدنيا تتفرج عليه في اي ملعب وتلاقيه ما بينضمش لأي نادي يا ابني انت زي ما بتلعبش في نادي تروح نادي كبير وتلاقي لعبة ازاي تقول ازاي اللاعب ده بيلعب في النادي ده والله بكلمكم بالامانة هو ده اللي بيحصل عشان كده احنا كنادي نجمو مصر فاتحين ابوابنا للجميع عشان كده احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نستضيف اي نادي تاني اهو نادي النحاس عشان شغال كويس لا احنا مستضيفينهم معانا واللي عايز يشترك ينضم النادي النحاس فوق رصنا من فوق ما عندناش اي مشكلة اهم حاجة اللاعبة الكويسة سواء في الصعيد سواء في وجه بحري سواء في القاهرة اي لعب كويس ياخد حقه كابتن عامر اخيرا كده انت هتكون مكمل معاه في الفقرة التانية ان شاء الله يكون معاه في الفقرة التانية ابراهيم سعد لاعب نادي الدخلية لكن كل يقول لي كده الرسالة مين اكتر حد بيساعدك مع نادي النحاس مين اكتر حد بيشجعك وبيديك الحافظ وبيخليك تبذل كل ما عندك من اجل اللاعبة اللي موجودة في نادي النحاس والله الحمد لله انا اولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على انهم جدرني ان انا اعمل كده تانية حاجة بشكر ادارة نادي النحاس جميعا لانهم ساعدوني وهيوقفوا معايا المدة التلات سنين دولار وربنا يكرم ان شاء الله ونوصل اللاعبة الاعلى مستوى تمام بها قول لي مين اكتر حد بيسندك مين اكتر حد بيدعمك مين اكتر حد بيقول لك كمل وانت ان شاء الله هتوصل وهتحقق حلمك الله يا كابتن والدي والديت على طول مسنديني وعلى طول بيتكلموا معايا وبيقولوا له كمل ان شاء الله ربنا يكرمك وتحقق حلمك وحجك حلم ان شاء الله ومن خلال شركة ام اي زات ام للاستثمار الرياضي ان شاء الله حجك حلمي وفي اسن الله ربنا يكرمني ان شاء الله أحمد العشري مين أكتر حد بيسندك مين أكتر حد لما بيشوفك في الملعب بيقولك يا ابني أنت لعب كويس وإنت إن شاء الله هتبقى في موجود بكرة في أهلي في زمالك في منتخب مصر برضو الأكتر حد بيسندني من أول ما بلدأت الكورة وكده وما والد ووالدتي ووالدي مش بيسيبني برضو في أي حاجة يقاست مرة واثنين وعدت برضو سنتين في البيت وكده ووالدي كان دعم يعني في داره وما بيسيبنيش ربنا خليلي يا طيب والمدربين اللي تعبوا معايا لازم أشكرهم الكابتن محمد عبر عزق من بلدنا ومعايا في كل خطة بخطة في الكورة وكابتن عماد موسى مدير فني نادي حوش عيسى وكابتن محمد العزق أول واحد اختبرني وكابتن حمضة صبر وكابتن أدحاد صبر وستستاب تمام جميل إنك إنت هتشكر الناس اللي وقفت معاك دائم دا اللي هيدل على أصلك طيب أحمد أنا جبتك الدقائق المعدودة دي عشان تشد حيلك وعشان اديك الحافظ وعايزك تكون معايا هنا في قناة الصحة والجمال إن شاء الله وانت محقق حلمك أحمد شرفتني ونورتني بهاء شرفتني ونورتني هنطلع الفاصل وهنرجع بعد الفاصل كابتن عامل هيكون مكمل معايا بعد الفاصل هيكون معايا إبراهيم سعد لاعب الداخلية وهيشاركني أيضا في تقديم الحلقة المزيع أو مقدمة البرامج ميادة كرم هنطلع لفاصل خلال الفاصل ده هنشوف كده حتة من مباراة نادي نجمى مصر أمام استاد إنا فاصل ونرجع لكم تاني كابتن عمار اسمعنا يا بنت اسمعنا يا بنت ادونا بس خمسة اسمعنا يا بنت انا شبا نعمل ايه اجمل كورا في الحريق بمعارة و لعدم ديك يابتن عمار بيدرب ببساطة بكون تقليف ببساطة بكون تقليف لو نفسك للعبطورة بالحرف هتكون أسطورة وعد فهم أساسيات برا الحرف محزورة سلامت سلامت سلامات عالصحبة وعالإخوان أكاديمية الحريف كي يتعيي الساعدات ارفع صوتك وتعالى تفيها كبات رجالة هتمشي ورقمش وطورة ولا يوم عنك تتعالى اسمعوا أحجزكم موجود اسمعوا أحجزكم موجود كلك حماش خشو قدم بالحرف هنا نتقدم كلك حماش تنعمر بيدرب ببساطة بدون تقليل يا بتنعمر بيدرب ببساطة بدون تقليل لو نفسك للعبطورة بالحرف هتكون أسطورة وعد فهم أساسيات برا الحرف محزورة وعد فهم أساسيات برا الحرف محزورة سلامت سلامت سلامات عالصحبة وعالإخوان أكاديمية الحريف كي يتعيي الساعدات ارفع صوتك وتعالى تفيها كبات رجالة هتمشي ورقمش وطورة ولا يوم عنك تتعالى اسمعوا أحجزكم موجود اسمعوا أحجزكم موجود هلمات خلص هيع الدهبود كلك حمس حسوء الدم بالحرف أحجزكم موجود أحجزكم موجود أحجزكم موجود ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرحب بزملتي ميادة كرم اللي هتشاركني فيه تقديم برنامج نجم مصر ميادة سعيد انك هتشاركين النهاردة في تقديم برنامج نجم مصر اهلا وسهلا بك يا كابتن عمار انا سعيد ان انا معك النهار دي انا سعيد انا اكتر طبعا يا استاذة ميادة برحب ايضا بلاعب نادي الدخلية ابراهيم سعد الساملي ابراهيم سعد الساملي صح كده ابراهيم اهلا بيكم نهارة النهاردة في نجم مصر كابتن عامر براحب بك مرة تانية مياه ده يمكن احنا شايفين الفترة الاخيرة الاخبار وشايفين مصطفى محمد قاعد مصطفى محمد مشي فرجاني ساسي موجود فرجاني ساسي هيحترف يعني مصطفى يعني هو اللي عمله ده بيخسر جمهور الزمالك هو عمل زي رحم ستيرلينج لما عمل في 2015 مع ليفر بول لما جالوا عادوا من منشستر سيتي بمقابل مد كبير وساب ليفر بول بعد ما عملوا نجمه طلعوا للدول الانجليزي سابوا وراح لمنشستر سيتي وخسر جمهور ليفر بول وفي الاخر خسر مصطفى عمل زيه يعني جمهور الزمالك اكيد مش حابب ان مصطفى ما يحترفش او ان هو ما يروحش نادي كويس بس هو في نادي كبير زي نادي الزمالك لازم يخرج بنادي الزمالك مش نادي مهدد ان هو ينزل لدرجة تانية او الكلام ده وبعدين مصطفى يعني اي هدف تجيبه بيحتفل بشعار نادي الزمالك فانت لات انت يبدي نادي الزمالك انت لسه ما عملتش اي حاجة ان انت تفكر في الاحتراف في الوقت الصعب ده وانت شايف الازمة اللي نادي فيها برابا انت كده هتغطى عليها طيب وشايف ان الازمة طيب انا خليني بقى هعطعك شوية وكان بتكلم مع ابراهيم وتكلم مع الكابتن عامر لان كنت كده بصراحة هاتغطى عليها جامد بصراحة قل لي ابراهيم انت موليد كام طيب يمسك لنا بقى المايك كده عشان انت صوتك وات عايزين صوتك بقى عالي كده وملعلع في الحلقة موليد كام 2003 2003 انت بتلعب السنات في نادي الداخلية تمام قل لي ابراهيم انت ده اول موسم ليك مع نادي الداخلية ايوا كابتن ولعبت في نادي الهرم موسمين وكنت بصاعة تسعة وتسعين قبل كده كنت بقى وبراخت برات انت ساكن فين يا ابراهيم انا اصلا من البحيرة مركز الدرنجات كرت الامام الغزالي اه تمام طيب خلينا نروح للكابتن عامر كابتن عامر قل لي انتهاء المسابقات احنا بنشوف ان السنة دي في حاجة كده اول مرة نشوفها اه يعني ايه الناشئ عندي او الناشئين عندي في مصر سنة كاملة يقعد في البيت ويجي لما نيجي نبدأ الكورة والحمد لله الحياة تعود اه ونرجع نلعب وترجع تفتح الملاعب يعني ايه خلونا الدوري في قطاعات الناشئين من دور واحد يعني ايه اللاعب السنة كلها ميلعبش غير شهر واحد ويقعد في البيت تاني والله انا مش مقايد يعني مع احترامي للرأي اللي خدوه ده يعني عشان يبقى الدوري من دور واحد طيب هو يعني هيدل فرصة اللاعب ازاي ازاي هنطلع محمد صلاح تاني ازاي نطلع عبو تريكا تاني ازاي نطلع الناس زي الناس الكويسة دي اه فطبعا المفروض يكون دورين يعني هيلعب شهر واحد اتنين الدوري طيب هيستفاد ايه ازاي يعني هيا هو عندي يعني طموحات عايز اعملها هيعملها في شهر واحد اتنين صحيح ما ينفعش فانا مش مع الرأي ده المفروض يبقى دورين يعني طيب بالنسبة الموضوع مصطفى محمد يا استاذة ميادة لو مصطفى محمد بيشاهدك دلوقتي ايه الرسالة اللي انت ممكن توجههه من خلال برنامجنا مثلا احنا نقول له ركز انت لسه عندك كتير انت لسه ما عملتش ايه حاجه اه ولازم تدي نادي الزمالك لان هو صاحب الفضل عليك ولولا نادي الزمالك ما كانش مصطفى يروح منتخب ولا ما كانش بقى مصطفى الخمى اللي هو كان شاف الاعلام كله بيهجمه ازاي وعايز يكسر يعني حبيته وكل ده وكل الواقف ظهره جمهور الزمالك هو اللي وقف معي ودفع عنه فانت لازم تشوف مصلحة النادي الاول وبعدا انت فكر في مصلحتك وانت لسه ما قدمتش ايه حاجه تمام في غير كده يا ميادة ان الزمالك بيمر بازمة منذ حل مجلس ادارة نادي الزمالك برقاسة المستشار مرتضى منصور اللي الناس كتيرها ما بتتكلمش ليه احنا ما بنتديش حق الناس 4x stuffedينكت ان المستشار مرتضى منصور قدم الكثير الكثير لنادي الزمالك هو مين اللي جاب اللعيبة ديا ميدة هو مين اللي حقق بطولات مع نادي الزمالك هو مين اللي بقت الناس كلها تخاف تتكلم على نادي الزمالك عشان خاطر المستشار مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور موجود دلوقتي لقينا كله بيتكلم اللي عايز يتكلم على نادي الزمالك بيتكلم ولكن عايز قدي المستشار عماد عبدالعزيز حقه في نادي الزمالك انا حاسس ان الراجل ده كده على دراية كاملة بكل المواضيع حاسس لا انه ابتدى يعني في حد موجود بيتكلم باسم نادي الزمالك وباسم جمهور نادي الزمالك لكن انتي على المستوى الشخصي يا سيدة ميادة او كده من وجهة نظرك شايفة انه مصطفى لو كمل افضل لحد بعد مثلا الالومبيات ولا لو فعلا دي فرصة انه هو يحترف من دلوقتي طبعا يعني مستشار مرتضى منصور يعني وصاحل الفترة المتقالية لنادي الزمالك محدش انك اللي هو عمل في نادي الزمالك يعني كل الناس كانت شايفة نادي قبل مرتضى منصور وشايفة النادي دلوقتي عمل ازاي برافو صحيح 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 محدش يقدر ينكر ده انشاءات دي في مصر ولا اي نادي لعيب على اعلى مستوى صفقات كانت بتحصل من حد يش كان بيسمع عنها حينما صحيح بطلاق دلوقتي دلوقتي عدي صفقة انت عارف تمامها وعارف قبل ما تيجي وعارف بيتفكر مع مين وبيتعاقد مع مين اي حاجة دلوقتي الصفقة بتعارف قبل ما انت تتفكر فيها اصلا هقولك على حاجة ميادة رحيل صالح من جمعة انت عارفين ان صالح جمعة ميش من الاهل ببلاش الاهل استغنى عنه الاهل ما استغناش عن صالح جمعة غير لما تأكد ان مرتضى منصور الا لما عارف ان مرتضى منصور ميش من نادي الزمالة عشان اي صفقة مرتضى منصور كان بيعزها كان بيعرف يجيبها غير دلوقتي يعني دلوقتي يديه يوزقون ونتمنى انه يرجعك تمام انت دلوقتي هتشاركين في تقديم البرنامج بقى معاكي ساعد ابراهيم ساعد المنسي او ابراهيم ساعد السندي لاعب نادة الداخلية بقى انت هتشاركين في تقديم البرنامج فانت هتوجهلنا بقى الاسئلة لابراهيم بقى اهلا بيك يا براهيم مركزك ايه في الماك همسك المايك بقى اهلا باك الشمال سير دي باك دي فيندر هتشارك الاعلى بقى في مركزه باك الشمال محلي ولا معادي محلي ولا معادي معلول اهه عالمي مرسله مكيد متابعة الدابر الموت شايف مين افضل لها دل حد دلوقتي احنا دلوقتي في الجولة السابعة شايف مين افضل لها دلوقتي اهه كابتن زيزو احمي سيد زيزو طب انت يعني وبحب يروح حتى كابتن طريح حامد حب يروحوا في الملعب روكل طريح حامد في الملعب طبعا موجبة جدا انت طريح حامد وكابتن حامد فتح ابن بلد وردو شايف مين الافضل لحد دلوقتي الاهلي ولا الزيزو مالك ولا درمت الاهلي طبعا متفوع جدا تمام خلينا بقى شارككم في الحوار خلينا بقى للكابتن عامر كابتن عامر بعيد عن انتماءاتك سواء كنت اهلاوي زي ملكوا انا عارف انك انت اهلاوي طبعا اشرف لاي حد انه يشجع الأهلي شرف لاي حد انه يشجع نادي الزمالك الناديين الاتنين طبعا الناديين كبار بعد الجولة السبعة وبعيد عن انتماءات بتشوف من النادي الافضل بتشوف من النادي الى كشر عن انيابه بتشوف من النادي اللي بقول لا انا هنافس بقوة على الدور السنادي والله أرغم انني يعني اهلاوي لكن أنا بclockwise نادي الزاملج جداً لأنه أنا من وجهة نظري رغم أني أهلاوي الزاملج بيلعب كرة وفيه صيحة غريبة في نادي الزاملج صحيح فيه صيحة غريبة في نادي الزاملج رغم المشاكل الموجودة كنت نعلم رغم المشاكل الموجودة مدائزة دل فبدول على اللاعبة ببتدت تفوق على معدن اللاعب أه المعدن الأصيل أنا بحب أتفرج رغم أني أهلاو بحب أتفرج عن الزامل لأنه أنا فعلاً حاسس رغميني أهلاوي مع احترام طبعا الأندية كلها الزمالك فارج مختار مين اللاعب أنت كأهلاوي أنا كزمالكو مثلا كابتن عامر أكيد لو أكيد بيبقى فيه لعبة معينة في الأهلي ببقى نفسي أشوفها بأميس نادي الزمالك أنت كأهلاوي تتمنى تشوف مين من نادي الزمالك موجود في النادي الأهلي أكيد طارق حامد طبعا طارق حامد طارق حامد لأنه هو أحسن دفندر في مصر صحيح طارق حامد أحسن دفندر في مصر نروحي لإبراهيم نروحي لإبراهيم انضميت إمتى النادي الداخلية؟ السنة دي لسه دي لسه كمان السنة دي و أول موسم لك؟ أول موسم لها مع نادي الداخلية مين اكتشمت بقى وداك الداخلية؟ الكابتن حكينا الحكاية من الأهل أول خالص حكينا مين وقف جنبك من ساعدت أولا ربنا طبعا وايف معايا وكده والدي والدي مسددني جدا يعني برضو صحابي أخواتي كل الدول معايا وقفين في ظهري بس الكابتن عامر برضو لسه معرفة جديدة بس وايف معايا جامد يعني وبإذن الله هو اللي يسفرني هو اللي وايف في ورايا مين تموحك معنا للداخلية؟ والله أنا تموحي لأن أنا أوصل منتخب أعايز ألعب منتخب بتوفيء إن شاء الله إن شاء الله خلينا أروح للكابتن عامر الأندية اللي أنت اللعيبة اللي عندك اللي هي بتروح للإمارات وعايزها تحترف بدري عشان ترجع لنا أو تنضم لنا بسرعة لننتخب مصر وترفع اسم مصر برة وتمثل اسم مصر الأندية دي بتلعب إيه هناك؟ بتلعب مثلا زي عندنا كده دوري ممتاز أهل زمالك ولا زي ممتاز به زي ألمونيوم ترسانة كده؟ والله كنت نعمر إحنا معنا يعني ثلاث أندية في الدرجة الأولى واللعيب على حسب المستوى بتاعهم لو ربنا كرموا في أندية الدرجة الأولى طبعا ليه عد محترم ليه فلوس محترمة بالنسبة لو ما صدفوش الحظ فبيلعب في درجة تانية المهم بيسجل في درجة أولى ده لو كان مستوى صعبة لو كان مستوى أقل شوية فبيسجل في درجة تانية زي نادي ليوه طيب أخيرا أنا كابتن عامر إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها لكل اللعيبة اللي ما خدتش حقها لكل اللعيبة اللي ما انضمتش لأي نادي لغاية دلوقتي بالرغم من أنها تستحق أنها تكون موجودة في أكبر أندية مصر أنا رجاء صغير بس لللعيبة إنها تفهم يعني إيه كرة قدم وأنا يعني بوجه رسالتي لكل اللعيبة للنشئين والبراعم إنه يعني يعني ضموحه ما تقفش ما فيش تكسير مجاتب لا لازم ضموحه تبقى أعلى وإن شاء الله هتلاقي نادي نجم مصر هتلاقي نادي النحاسة هتلاقي الشركات المحترمة هتلاقيها واقفة جنبك وإن شاء الله إن شاء الله رب نهكره ومدام عنده ضموح وإرادة تمام ميادة تختملنا الفقرة دي عشان نرجع الفقرة اللي جاية مع عبد الرحمن محمد واصلوا ونرجع لكم مرة تانية مع عبد الرحمن جديد تسنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بيك ديني يا عمار مبارك وبرحبا بيك عمارك مرحبا بيك يا أستاذي نورنا بنور عرفنا بنفسك عبد الرحمة المحمد 2003 عميد 2003 مركزك ايه في المنطقة؟ مهاجم انت لعب في نادي ايه دلوقتي؟ نادي مصر انضمتلي نادي نادي مصر عميد من شهرة ونص تقريبا ايه اسباب اندي ممجوال نادي نادي مصر؟ منظومة محترمة نادي تسويج على اعلى مستويات بيسوى اللعيبة وسوى هامر عبدالعليم للبنك الاعلي من السنة والعيبة كتير ايه انت شايف نادي 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 مصر يفرق ايه عن الاندي اللي انت روح تعب كده واستفدت منه بايه؟ افرح ايه كتيره استفدت خبرات من الكابتن عمار طبعا وبنلعب ماتشاته الدية ومنظومة محترمة جدا تمام انا عايز اقولك ان عبد الرحمن موجود عندنا في نادي نجم مصر نادي نجم مصر حاليا فيه مجموعة بتتمرن في ناجة حمادي هو يمكن من اسيوت او من اخر مركز كمان في اسيوت عبد الرحمن موليد 2003 مهاجم كويس جدا جدا يا ميادة بس محتاج ان هو يشتغل على نفسه محتاج ان هو يتمرن والكلام ده انا قلته له عبد الرحمن لعب معي اكتر من ماتش فبتمنى ان هو يشتغل بقى على نفسه ويبقى حاجة لانه قدامه الدنيا يعني قدامه الدنيا مفتوحة بنلعب ماتشات لسه يمكن كني عبد الرحمن باللعب مع سراميكا اه سراميكا كلوباترا وكنت قدمت مستوى كويس ميادة فيه حتة اسمحيلي ان انا اتكلم بيها من خلال برنامج نجم مصر مجموعة الصعيد اللي هي بتلعب في الممتاز به اسمها مجموعة الصعيد يعني اسمها مجموعة الصعيد يعني هي المفروض الاندية اللي مشاركة او الاندية اللي في مجموعة الصعيد من اسوان لبني سويف طيب فيه موضة جديدة طالعنا في مجموعة الصعيد ايه هي بقى الموضة الموضة دي اللي طالعنا من كم سنة من احنا كل سنة بيجيبونا فرقة او اتنين من القاهرة يشاركوننا في مجموعة الصعيد الصعيد شفنا قبل كده الاعلاميين شفنا البنك الاهلي اللي جابهوهنا السنة اللي فاتت في مجموعة الصعيد وصعد على طول مع اول موسم ليه مع مجموعة الصعيد مع ان نادي البنك الاهلي مع احترامي الكامل ليه لو قعد عشر سنين في مجموعة القاهرة ما كانش هيصعد مجموعة الصعيد طيب انتوا قولونا المسئولين واللي حطونا اللي بكل سنة بيجملونا الاندية ويجبهنه في مجموعة الصعيد هو انتو مش عايزين اندية الصعيد تكون موجودة في الدور الممتاز طب لو انتو عايزين كده هي رؤساء الاندية في الصعيد فين انتو ليه ما بتجتمعوش مع بعض انتو فين من اللي بيحصل ده ما انت السنة دي هيصعد معاك انت السنة دي جايبلك الشرقية للدخان وهي ماشي اول وهتصعد مثلا لانها ماشي اول ومرشحة طب السنة اللي فاتت صعد البنك الاهلي السنة ده هيصعد لك الشرقية للدخان واندية الصعيد قعدة زي ما هي بنفضلكم رؤساء اندية الصعيد اتكلموا طلبوا بحققكم انا مش عايز حاجة منكم انا عايزكم انتو تطلبوا بحققكم دي مجموعة الصعيد يعني اللي شارك في مجموعة الصعيد تكون اندية الصعيد يا رؤساء اندية الصعيد دي كانت نقطة ميادة كانت لازم اتكلم فيها ان كده ده احنا بنهضر حق الصعيد والصعيد حقه مهضم من زمان ما ابتداش ياخد حقه غير في عهد الرئيس او في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن الناس المسؤولة بصراحة على الكورة يعني ايه جابونا فرقة واثنين كل سنة من مجموعة القاهرة يضموها لمجموعة الصعيد النادي البنك الاهلي تم قره في الجيزة فالمفروض ان هو بيشارك في مجموعة القاهرة يا ميادة طيب جابونا في مجموعة الصعيد ليه ومع اول سنة صعد على طول اللي هو كان جاي من ثالثة صعد بقى تانية مجرد مع اول موسم ليه مع مجموعة الصعيد صعد مباشرة السنة دي جايب لنا الشرقية للدخان وبالمناسبة الشرقية للدخان ماشي الاول ميادة يمكن انت على دراية كاملة انا خلصت كلامي عن النقطة دي ميادة يمكن انت على دراية كاملة بكل امور نادي الزمالك عشان كده انا عايزك تتكلم لنا عن نادي الزمالك وتقول لنا ده نادي الزمالك رايح على فين الفترة اللي جاية يعني زي ما احنا شايفين الدنيا خربانة كلس من ساعتنا المستشار مرتدى منصور ماشي يعني اللجنة اللي مؤمنة بقم الفوز المتتالي ماشي فوز المتتالي بس ما فيش استكراح في مشاكل في اشعاعات حاجات ما كناش من اسمع عنها اللعيف ده بيطلع مع الموزيع ده اللعيف ده بيطلع في البرنامج ده الحاجات دي ما كانتش بتحصل يعني في الا ايام ما كان المستشار مرتدى منصور موجوه تمام تمام قولينا بقى انت اهلاوة للزمالك او اهلاوة يعني رجلك نادي الزمالك عرض عليك عرض طبعا نادي الزمالك فريق كبير و يشرفني ان نلعب فيه اكيد طبعا زمالك يشرف اي حافظ طب يحكي لنا بقى انت مين اكتشفك مين وداك نجم مصر وكنت فين قبل نجم مصر اه كنت بالعب مع اصحابي وراحت اقدامت فضائلوت او مرضيش اكمل فضائلوت بسبب الظروف وراحت مع الكابتن عمار بعد ما اسمحت عنه كلام محترم وهو اختارني الحمدلله ففرج نجم مصر ايه تموحك الفترة الجاي مع نجم مصر؟ هنجدم استوعه نجدم موسم كويس مع الكابتن عمار ان شاء الله وانتكل من خلال الفرج كبير بالتوفيق خلي بالك اللاعبة اللي بتكون معانا موجودة او مرة بتطلع بتبقى واخده رهبة التمر طبعا طيب خلينا انا سعيد جدا الاول يا ميادة انك انت بتشاركيني في تقديم الحلقة وده شرف مينا لكن يا ميادة عايز اتكلم في حاجة غريبة جدا وانت على دراية بالله انا هتكلم فيه واعتقد انك هتوافقيني فيه ده هو مين اللي حقق يا ميادة بطولة افريقيا السنادي ان تق Yes طب مين اللي حقق بطولة الدوري السنادي ان تق ناد الاهلي انت ناد ا الاهلي برضو طيب مين اللي حقق بطولة كاس مصري السنادي انت ناد الاهلي ايضا إذن والزمالك خسر أفريقيا خسر دوري خسر كاس طب هو يا جماعة لما الأهل ياخد الدوري وياخد الكاس وياخد أفريقيا إذن هو عنده أحسن لعيبة في مصر وعنده أحسن لعيبة في أفريقيا والزمالك اللي ما خدش ولا دوري ولا كاس ولا بطولة أفريقيا لو كان عنده أحسن لعيبة في مصر وأفريقيا كان خاد البطولات دي طب هنا السؤال هو ليه أحسن لعيبة في مصر ولعيب وأحسن لعيبة في أفريقيا اللي حققت البطولات البطولات دي اللي هي النادي الاهلي ليه مش بنشوف لها اي عرض? مش جايل لها اي عرض. العرض الوحيد جاء من نادي مصر اللي هو نادي برامس كان عايز لاعب كان عايز تقريبا محمد شريف. طب لعبة نادي الزمالك اللي ما حققتش اي بطولة. اللي هي مش احسن لعبه في مصر. واللي هي مش احسن لعبه في افريقيا. كل يوم في عرض واثنين وثلاثة واربعة. ده سؤال انا بوجهه لكم. ردي ممكن انتو ردينا انت عالسؤال ده يا مياد. مرة ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. انت شوف الموضوع بدأ من اول ما رأيس نادي الزمالك اتشايل. اتشايل قبل البطولة بكام يوم. ده بداية المشاكل اللي حاصرها نادي الزمالك. هم عايزين يعمله حالة من عدم الاستقرار. شافوا الزمالك بقى خلاص تداد ياخد بطولاته. ابتدى ان هو محدش عارف يعني يقف قصاده. معاه اسد يدافع عنه. يعني يقف قصاد كل الاعلام. يعني العيبه اصلا مش هما وكلام. اشعاعات ان ده عايز يروح كازا ازيز وعايز يمشي مش عارفة فرجاني مش عايز يجدد. وما فيش كل الكلام ده يا مجرد اشعاعات بيطلعوها عشان يعملوا حالة من عدم الاستقرار في النادي. طيب ميادة زي ما بنتكلم على الزمالك يمكن هاردة تكلمنا على الزمالك عشان شايفين ان احنا الدنيا كلها جاية. شايفين ان الاعلام الرياضي جاي على نادي الزمالك شوية. عايز اتكلم على الصنبة. عايز اتكلم على برازيل مصر. عايز اتكلم على نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي اللي بيمر الازمة. فانا عايز اقول اني نادي الزمالك في السابق زمان ما تخلاش عن نادي الاسماعيلي. يمكن قبل كده فتح له الباب فتح له باب نادي الزمالك والاسماعيلي اتمرن ولعب على ملعب نادي الزمالك في السابق. وكلكم فاكرين الموقف ده اللي جمهور الاسماعيلي مش نسيل حد دلوقتي ولا هينسى ليه عشان جمهور نادي الاسماعيلي ده جمهور عظيم فانا بطالب ادارة نادي الزمالك الوقوف بجانب نادي الاسماعيلي بطالب ادارة نادي الزمالك بالوقوف بجانب نادي الاسماعيلي القرى الحلوة في مصر انا بطالب للمرة التالتة نادي الزمالك انه يقف مع نادي الزمالك مع نادي الاسماعيلي طبه يقف معه ازاي انا بطالب ان احنا موجودين في خلال شهر يناير في انتقالات شتوية بطالب ان نادي الزمالك يدعم نادي الزمالك باكتر من لاعب ولو على سبيل الاعارة وبيضون مقابل لان ده نادي الزمالك بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا بشكر جدا ميادة كرم اللي بتشاركنا في تقديم الحلقة بشكر عبد الرحمن لاعب نادي نجم مصر انتظرونا الاسبوع القادم انا وميادة كرم في برنامج نجم مصر اشتركوا في القناة